أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات التعليم الفني في حلقة جديدة من برنامج في بيتنا مدرسة حلقة النهاردة مخصصة للتعليم الصناعي الصف الثاني تخصص تريكو طبعا إحنا قلنا إن أنا في المرحلة الأولى اللي هو الصف الأول بقوم بتدريس بعض المواد واطلع بعد كده على الصف الثاني بتزيد المواد دي بمعنى إن أنا لو كنت في سنة أولى بدرس مواد خمس مواد أو ست مواد بالضبط فأنا في سنة تانية هدرس ثمان مواد هيزيد عليهم مادتين جداد هما مادة التخطيط ومادة المؤيسات المادتين دول بيدم إضافتهم لأن هما بيكسبوني مهارة أعلى أقدر أتعامل فيها بعد بيها بعد كده في سوق العمل طبعا إحنا اتكلمنا في حلقة سابقة عن بعض المواد اللي أنا هقوم بتدرسها أو بدراستها في الصف الثاني زي مادة الرسم الفني والمعدات والخمات والتراكيب والمؤيسات والأمن الصناعي والحاسب الآلي كل دي مواد أقوم بدراستها عايز أقول إن في المجال بتاعنا لما بتقوم بدراست هذه المواد دي بتساعدك كتير جدا على اكتساب موارات واكتساب معلومات تنفعك بعد كده إن ما كانش في حياتك يبقى كمان في حياتك الشخصية في حياتك العملية كمان لأن بعد كده في الطلباء اللي بيجوا في سنة ثالثة يأما بيكملوا للجامعة وفي بعضهم بيلطحك بالعمل مباشرة وبينزل إلى سوق العمل ويبتدي بعد كده يكتسب مهارات أخرى تعتبر مهارات عملية فوق المهارات اللي اكتسابها نظريا أثناء دراسته والميزة عندنا في التعليم الصناعي إن أنت بتتعلم عملي ونظري يعني المواد اللي بتاخدها فوق داخل الفص بتنزل تطبقها عندك تحت في الورشة فده بيكسبك بعض المهارات اللي هي ممكن تتعامل بها في بدايتك مع سوق العمل بعد كده أثناء العمل أنت بتكتسب المهارات من كتر خبرتك اللي تعملت بيها زي بالزبط اللي يبقى رايح المصنع لأول مرة أكثر حاجة بتبقى موجودة عنده هي المعلومات النظرية عن المعدات والآلات وبعض المهارات البسيطة اللي تناسب الآلات والمعدات اللي كان بيستخدمها داخل مدرسته بس في حدود إمكانيات هذه المدرسة إنما في بعض الآلات والمعدات المتطورة ما بتبقاش موجودة لضيق المكان داخل الورش بتاعت المدارس فممكن تكون موجودة داخل المصانع فاللي بيحصل إن انت بتوفق ما بين معلوماتك اللي انت واخدها على الآلات والمعدات الموجودة داخل المدارس وبين معلوماتك اللي موجودة ده اللي هتكتسبها أثناء دراستك أو أثناء شغلك بمعنى أصح في المصانع اللي في سوق العمل وبالتالي بتسكل موهبتك وبتسكل معلوماتك بالخبرة فبيبقى قدامك فرص العمل المتوفرة لحد عنده معلومات نظرية ومعلومات عملية كبيرة جدا طبعا اتفقنا إن عندنا المواد اللي بتستمر من الصف الأول للصف الثاني واتكلمنا إن أكثر مادة بتستمر وبنستفاد منها في حياتنا هي مادة الرسم الفني طبعا خدنا فيها لغاية التكرارات وقلنا إن باقي المنهج بتاعنا بيبقى التشعب التماسل وبعد كده بندخل فيه تطبيق ده على نقل وحدات زغروفية فيه مساحات ممكن يقول لي مثلا وزعي وحدة زغروفية على مفرش على ملاية سرير على استارة وبتعلم خلال العام الدراسي إزاي إن أنا أعرف أوزع واختار الألوان اللي تناسبني كمان بعد كده بناخد رسم تنفيذي وهو إزاي إن أنا لو عندي تصميم أنقله على ورق المربعات وبعد كده بعد ورق المربعات بيتم دقوا على الكرتون وبعد كده بيصمم خلال المكنة بتاعتنا فأنا لما أجي أتكلم يعني إيه تشعب؟ يعني إيه؟ يعني أنا دلوقتي درست الوحدات الطبيعية والوحدات الهندسية لكن لما خشي والتكرارات لما خشي كمان على باقي المادة وأتعرف عليها أكتر هلاقي إنه عندي درس مهم جدا اسمه التشعب وأنا عندي التشعب ده يعني إيه؟ التشعب ده يعني شيء صادر من حاجة يعني منبت من حاجة عندي نوعين لي إما إنه هو من نقطة وإما إنه هو من خط من نقطة يعني أبو السلاقي وحدة زغروفية موجودة قدامي أساسها نقطة أساسها جزء صغير جدا وتشعبت بعد كده إلى شكل أكبر على طول تلقاء يقول إن ده وحدة زغروفية تم تشعبها من نقطة وفيه عندي نوع تاني للتشعب هو من خط معنى كده إن أنا عندي الوحدة الزغروفية اللي قدامي دي كان الأساس فيها خط وتشعب منها التفاصيل بتاعتها يبقى التشعب هو فني يعتمد على مجموعة من النقاط والخطوط والرسوم المختلفة والأشكال الهندسية والتي ينتج عنها شكلا جماليا يستخدم في تزيين المباني أو الملابس أو الأواني أو النقود أو غيرهم الكثير وقد أصبحت الزغرفة واحدة من أهم الوسائل التعريفية لتاريخ الأمم السابقة طبعا كلنا عارفين إن الزغارف اللي بتتواجد على الجدران أو مثلا تم اكتشاف أثر مثلا أو مقبرة أو أي تاريخ قديم هلقين إحنا تعرفنا عليه من الرسومات اللي موجودة عندي لهذا التاريخ وبالتالي يبقى الزغارف هي تعتبر من المواد اللي بتوسق التاريخ بتاعنا تمام تمام لما يجي قول إيه التشعب إحنا قلنا إننا إما يكون خارج مجموعة خارجة من نقطة أو من خط طيب هو يعني إيه تشعب زغرفي من نقطة؟ هو أحد أسليب التشعب وهو خروج الخطوط المتكونة من العنصر الهندسي أو النباتي من نقطة يعني كأن النقطة هي المحور بتاع العنصر الزغرفي ده النقطة هي اللي بيتشعب منها جميع الخطوط زي مثلا هندرب مثال لو أنا بصيت كويس أوي لزرعة التيني الشوكي هي في الأساس عبارة عن إيه؟ عبارة عن نقطة دائرية بسيطة كده بيخرج منها مجموعة من الدوائر تخيل نبات زي ده إنت لو بصيت له بعد ما بتقرأ وبتتعلم هتتخيله بالنحية الزغرفية إن هو عبارة عن نقطة خرج منها مجموعة من النقطة وهو عبارة عن إيه؟ هو عبارة عن نبات ولكن في شكله الزغرفي هو متشعب من نقطة يبقى التشعب الزغرفي من نقطة هو خروج الخطوط المتكونة من العناصر الهندسية أو النباتية أو كلاهما من نقطة تعتبر محور أو مركز التصميم للخارج وده بيديني إحساس بالليونة والحركة في التصميم يعني هنيجي نبص للمجموعة من الأمثلة اللي موجودة قدامي دي دلوقتي هلاقي إيه؟ هلاقي عندي مثلاً الشكل ده أساسه إيه؟ أساسه نقطة وورا من النقطة دي اللي هي أصبحت المحور بتاع الرسمة خرج منها خطوط إلى الخارج الخطوط دي عملت إيه؟ إدت نوع من الليونة وإدت شكل زغرفي رائع أول ما شقول ده مجموعة من الخطوط أوكي مجموعة من الخطوط بس كان مركزها إيه؟ كان مركزها نقطة مجموعة من الخطوط كان المركز بتاعها نقطة وخرج منها الخطوط للخارج اتشكلت بقى في شكل إسلامي كده زي الأولاني ده اتشكلت في الشكل اللي جنبه المجموعة من أوراق الوردات بس معمول بشكل معور وهكذا لو لاحظنا في كل الأشكال هنلاقي هو منبسك من محور أساسي هي النقطة وخرج منها خطوط للخارج قدت الشكل الزغرفي تحسسني بنوع من الليونة كأن معنى كده إن النقطة البسيطة الصغيرة دي اللي هي الوضع المجرد من الطول والعرض ومن الارتفاع عمل الخطوط اللي تكونت بها وحدة زغرفية وقوم بعد كده بتلونها طيب ده التشعب من نقطة أما للتشعب من خط هنا بقى هلاقي نوبيت تتفرع الأشكال والوحدات من خطوط مستقيمة أو منحنية من جانب واحد أو من كلا الجنبين يبقى أنا لما أجأتكلم عن التشعب من خط هقول إنه عبارة عن إيه؟ عبارة عن خط وتشعبت منه أين كان الخط بقى نوعه إيه؟ ممكن يبقى خط منحني خط مستقيم خط مائل أين كان شكل الخط تشعبت منه الوحدة الزغرفية للخارج إما من جانب أو من إحدى أو من الجانبين وبالتالي قدتني في الآخر شكل إيه؟ شكل زغرفي تمام؟ يبقى ده إيه؟ ده التشعب من خط زي مثلا أبسط مثال أبسط مثال الورقة بتاعة الشجر المدببة لو بصينا عليها ورسمناها مع بعض هلقى يعبارة عن إيه؟ عن خط حتى لما بتيجي تتعلم إزاي ترسمها؟ بترسم خط ومن الخط ده بنخرج بشكل كده على شكل حرف سبعة كده أو تمانية مقلوبة ونطلع منه مجموعة من التفريعات يبقى إيه اللي حصل دلوقتي؟ الخط تخرج منه مجموعة من التفريعات أو الخطوط الخارجية عملت على إيه؟ على إن هي قدتني الشكل الزغرفي النهائي نجي بعد كده دي الأشكال اللي بتبين لي التشعب من خط يعني مثلا زي ما قلنا الزهرة الأولانية دي دي التين الشوكي ده شكل الفاكة بتاعت التين الشوك زي ما احنا شايفين لو دققت فيها كده اللي إيه عبارة عن إيه؟ عبارة عن دواير متفرعة من بعضها دي إيه؟ دي عبارة عن نقطة إيه أساسها؟ إيه المحور بتاعها نقطة؟ طب ده؟ ده خط ظهرت الصبار زي ما احنا شايفينها كده عبارة عن خط وخرج منه مجموعة الخطوط من كلا الجانبين نفس الكلام هنا في الرسمة التالتة دي ودي أمثلة للإيه؟ للتشعب من خط هلاقي نفسك قومة شوفها على طول ده خط وخرج منه لو لاحزنا هنا في الرسمة الأولانية هلاقي التشعب من جانب واحد تمام؟ أما الرسمة الثانية هلاقي التشعب من إيه؟ من الجانبين وهكذا في نفس الرسمة دي وهكذا دي هنا أول ما هشوفها على طول هقول ده تشعب من إيه؟ من نقطة يبقى الرسومات اللي موجودة قدامي دي هتبين لي أنواع التشعب إما من نقطة أو من خط وده هنا برضو زي ما احنا شايفين قدامي كده ده التشعب من إيه؟ لو لاحزنا أنا ممكن أمشيها من خط وممكن أمشيها من نقطة يعني أنا لو بديت الرسمة بتاعتي من أسفل من نقطة ومدتها إلى أعلى فأصبح إيه؟ أصبح خط ينطلق ده عليه أو يندرج عليه كلمة التشعب من خط وزي ما احنا شايفين خرج الخطوط الأخرى اللي هتحدد لي الوحدة الزغروفية من كلا الجانبين قدتني شكل الزغروفي الجميل ده هنا نفس الكلام برضو أنا ممكن لو أنا ابتديت بالخط ده وطلع منه جميع الخطوط الزغروفية هقول على طول ده تشعب من خط هنا نفس الكلام تشعب برضو من خط طب عرفته إزاي؟ عبارة عن خط اهو زي ما احنا شايفينه منحني مش إحنا اتفقنا إن التشعب من خط إما إنه يكون الخط ده مستقيم إما إنه يكون الخط ده منحني تمام؟ أهو ده خط منحني أهو خرج منه مجموعة خطوط بس من كلا الجانبين طيب ده بالنسبة للتشعب وهنا عندي أمثلة تاني في مادة الرسم بتاعتي اه أنا عندي التناظر والتماثل هلا يعبارة عن ايه؟ دي بقى من القواعد المهمة جدا اللي بتقوم عليها الزخارف اللي بينطبق نصفها على النصف الآخر وبسميه في الحالة دي تماثل نصفي أو إنها تكون وحدة زغروفية كاملة وبسميه التماثل كله يعني التماثل النصفي يدوم العناصر التي يكمل أحد نصفيها النصف الآخر في اتجاه متقابل يعني إن النص ده يقابل النص ده في نفس الاتجاه هلاقي كملت عندي وحدة كاملة على بعضها التماثل بقى الكل يكتمل فيه التكوين من عنصرين متشابهين ولكن هما في اتجاه متعكس أدي قدامي الوحدات هي أول ما هبص على الوحدة دي هلاقي مالها هلاقي إن الوحدة دي لو بصت كده ده تماثل إيه نصفي عرفته إزاي إني لقيت إن النص ده هو نفس النص ده نفس الكلام هنا في الوحدة دي ممكن تمشي تماثل نصفي وتماثل كل ليه؟ لإني أنا هنا أعرف منين إن ده تماثل نصفي لو محور الوحدة الزغروفية قسم الرسمة من النص يعني عدى فيها من النص ولقيت إن النصفي ده شبه النصفي ده يعني تعالى كده للرسمة دي لو أنا جبت المسطرة والألم الرصاص وقسمت كل الأربع خطوط دول وعملت المحورين بتوع المتعمدين على بعض اللي بتلاقوا في نقطة هلاقي إن الرسمة دي تقسمت طولياً وتقسمت عرضياً وإن الشكل اللي في النص ده هو شبه الشكل اللي في النص ده على طول أقول إن ده تماثل نصفي لكن لو أنا جيت على الرسمة دي أول ما بصي له أقول ده تماثل نصفي لأ ركز كده تعالى كده أعمل المحاور بتاعتك المحور ده والمحور ده قبلهم ببعض هلاقي إن الرسمة دي ما تقطعتش الرسمة دي ما عداش فيها أي محور لا الرسمة دي متكاملة على بعضها وهنا برضو دي رسمة متكاملة على بعضها يبقى ده تماسل كل طبعا انا ممكن بعد كده بلاقي نفسي بياخد حاجة اسمها وحدات هندسية تنفذ على ورق المربعات بسلاسة الوان وتوزع ويتمز غرفتها اخش بعد كده على مادة مهمة جدا من المواد بتاعتي وهي مادة المؤيسات ودي مادة من المواد المهمة اوي ليه المادة دي بجانب جميع المواد بتاعتي ولكن اعتبرها مادة لها تقلها لانها كمان بتبقى موجودة في تانية وتبقى موجودة في تالتة المادة دي بتعرفني على الاوزان والاطوال بتاعة الخامات يعني بتعرفني ان ازاي ايه الخامات دي ايه اطوالها ايه اوزانها ازاي نوجة طول ازاي اوجد نمرة ازاي اوجد وزن ازاي اعمل تحويل من خيط لخيط ازاي اعمل تحويل من وزن الوزن وبعدين ايه هي الاعداد السبتة لكل خامة فالمادة دي قد ايه بتكسبني مهارة الحسابات وبتبقى شبيهة بالرياضة ودي كمان ميزة تانية وطبعا بتستمر معايا الى ان اصل الى الصف الثالث لما اجا اتكلم عن المؤيسات هلا ان اول حاجة عندي في المؤيسات هي الترقيم الوزن السابت زي ايه ترقيم الوزن السابت يعني ايه الجملة دي وزن سابت يعني اللي انا بيتغير عندي هنا الطول والنمرة اما الوزن بيفضل سابت زي ما هو طيب لازم لما اجي اتعرف على مادة المؤيسات في الصف الثاني اخد بالي من حاجة مهمة اول لما اقول الوزن السابت بيندرك تحتيه مجموعة من الخامات ما بتندركش تحتيه خامات تانية يعني ايه يعني هلاقي تحتيه قطن كتان سوفورستد سوفولن حرير مغزول فبران الست خامات دول دول الموجودين اول ما اسمع الاسم ده هقول عليها دي اوزان سابتة كلمة اوزان سابتة يعني ان مثلا لو قلت خيط قطن نمرة اتنين هلاقي نفسي بقول هو عبارة عن خيط نمرته اتنين تمام كده وطوله اتنين في تمنمية واربعين ويزن واحد رطل اتنين ايه في تمنمية واربعين يعني طول شلت الفتلتين دول كل منهما تمنمية واربعين يرضى ولكن وزنهم واحد رطل يبقى ايا كانت طول ايا كانت النمرة هنا الوزن كان واحد رطل ولذلك بقول هي اوزان سابتة هو انا ايه اللي انت قلت ده انت بتقولي الطول باليرضة بالزبط كده احنا متعودين لما اجي اقول انا عايز اشتري حتة قماشة او مثلا قطعة قماش هقول طولها اتنين متر هنا بقى في الاوزان السابتة ولما اجي احل المؤيسات هلاقي كمان وحدات طول مختلفة يعني هنا الطول بيبقى باليرضة والوزن بالرطل يبقى انا لو كنت متعودة اني دائما وابدا الطول بالصمت او بالمت لا لما اجي هتكلم في مادة المؤيسات ونبدأ شرحها ان شاء الله خلال العام الدراسي الفكرة العامة اللي هاخدها دلوقتي ان الطول بيبقى باليرضة والوزن بيبقى بالرطل مع خمات ايه؟ مع خمت القطن مع خمت الكتان مع الصوف والين الصوف ورستة مع الحرير المغزول ومع الفبرون تمام طيب ايه العدد السابت للخمات دي؟ يعني انا لما اجي اقول انا عايزة شلت قطن مفروض ان الشلة دي بقى طولها قد ايه؟ انا بعمل ايه ده انا بكتسب مهارة مش موجودة عند اي حد تاني يعني انا لما اروح اقول انا عايزة اشتري شلت خط قطن اروح اقيل على طول يعني طولها 840 يارضة يبقى انا عندي هنا ايه؟ عندي هنا اعداد سابتة للخمات اعداد سابتة للخمات القطن 840 يارضة على طول افهم ان الشلة بتاعت القطن دي طولها 840 يارضة لما قول كتان يبقى طول الشلة دي 300 يارضا برافو لما قول صوف ورسة يبقى الشلة دي طولها 560 يارضا لما قول صوف وولن يبقى الشلة دي طولها 256 يارضا حرير مغزول 840 يارضا ماشي فبران برضو 840 يارضا اللي بتقولي ده ده العدد السابت لكل خامة هل أنا أحتاجها طبعا المادة دي عبارة عن مجموعة من المسائل وانت هتقوم بحلها فلما تيجي يقولي خيط قطن نمرة كذا وجدي طوله على طول لما قول قطن أعرف أننا في القانون بتاعي في كلمة عدد سابت فانا أشيل كلمة العدد السابت وحط إمت الخامة يبقى أنا لما أجي بص كده قدامي وأقول أن المقاييس والأوزان وترقيم الوزن السابت هيبقى معاها القطن، الكتان، الصوف والن، الصوف ورسد، الحرير الطبيعي أما لو قلت ترقيم الطول السابت هقول التكس والدنيار وعندي كمان نظام نظام المتري يبقى أنا هنا هدرس في المادة دي تلت أنظمة إيه هما؟ ترقيم الوزن السابت اللي هو بينطبق عليها خامات القطن والكتان والصوف والن والصوف ورسد والحرير الطبيعي، ترقيم الطول السابت ودي اللي بينطبق عليها التكس والدنيار والنظام المتري طيب، إيه كمان هاخد في المادة دي؟ هاخد حاجة اسمها تحويل نمر الخيوط من ترقيم لآخر يعني عندي مثلا تحويل نمر الخيوط داخل مثلا بطريقة الوزن السابت تحويل نمر الخيوط بطريقة الطول السابت تحويل من ترقيم إلى ترقيم بطريقة أو بأخرى كمان في المنهج بتاعي بتاع المؤيسات هاخد حاجة اسمها زويل الخيوط يعني هاخد لها كمان إن لها ثلاث قواعد إن يكون الخيوط متحدة في الخامة ومتحدة في النمر ودي لها قانون وهاخد كمان القاعدة التانية لزويل الخيوط إن الخيوط تكون خامة واحدة ولكن النمر مختلفة هاخد كمان القاعدة التالتة إن الخيوط تختلف في الخامات وتختلف في النمر وفي الحالة دي بتاخد ثلاث قوانين بتطبقهم لحل أي مسألة وبتجيب ناتج الزوي بأخذ درسة عندي بيبقى في هذه المادة هي النمرة المجهولة تعال نتعرف على المادة دي حسابات الخيوط أو الأوزان السبتة ودي اللي بتكون بتخنات مختلفة تتناسع مع الأغراض المستخدمة أو المختلفة يعني ما كان هستخدم مثلا الخيوط دي في الحياكة في الأمشة المتوسطة والخفيفة والسميكة في الأغراض المنزلية في الأغراض الصناعية أو الطبية فأنا بستخدم الخيوط في عمل الأمشة اللي هتنفذ لي هذه الأغراض المستخدمة طيب أنا دلوقتي هل في أسليب للتمييز بين الخيوط وبعدها؟ طبعا عندي تخنات الخيوط مختلفة في رقمي ده اللي بيحدد لي سمك الخيط وبرقم الخيوط حسب سمكها ونوع الخام المصنوع منها الخيط يبقى أنا بقوم بترقيم الخيوط حسب السمك ونوع الخيط المصنوع منه هذا الخيط وعندي نظامين هنا النظام الغير مباشر والنظام المباشر ده في إيه؟ في ترقيم الخيوط أنت هتدرس ده كل ده أنا بدرسه ليه؟ لأنها تاخد بعد كده مسائل هتقوم بحلها قال لي إيه بقى؟ عندي النظام الغير مباشر وده بيسمى بنظام الوزن السابت وفيه بتنحصر العلاقة بين طول الخيط وسمكه مع سبات الوزن اللي هو بيبقى واحد رطل مثلا لو أنا عندي لو أنا قلت أمثلة قال لي مثلا ما معنى تعالوا نقول إحنا قلنا الخمات اللي بتنترك تحت الأوزان السابتة هي القطن والكتان والحرير المغزول والفبران والصوف ورصد والصوفولن لو أنا جيت قلت إن ده خط قطن نمرة 2 أو نمرة 3 تعال نحل أي مثال من الأمثلة ونقول خط قطن نمرة 10 نمرة 10 يعني هذا الخيط عبارة عن خط نمرة 10 وطول الشلل دي اللي هم العشر شلل كل شلطه من 140 يارده ويزنوا واحد رطل لاحظنا طب لو قلت خط نمرة 5 مثلا كتان هقول إن هو عبارة عن خيط نمرته 5 وعدد كل شلل أو طول كل شلل 300 يارده وجميعهم يزنوا واحد رطل فرح حد قيل لي طب ما انتي بتقول ياهو طول كل شلل 300 يبقى ده طول ثابت لا إحنا هندرب النمرة دي في عدد في الطول الثابت ده هيطلع لي ناتج مختلف كل مرة يعني لو ده خط قطن نمرة 10 تمام هيبقى إيه هيبقى العدد الثابت بتاع كل شلل طولها 840 يارده هدرب العشر في 840 بـ 8400 يارده ولكن كلهم نمرتهم واحد رطل ولذلك قلت وزني إيه ثابت لو قلت إن ده خط قطن نمرته 2 هروح قيلة يعني طول كل شلل من الاتنين دول 840 يارده يبقى 2 في 840 الناتج بتاعهم هيبقى الطول ولكن كلهم هيزنوا رطل واحد طب نغير القطن نقول كتان لو قلت خمسة كتان معناه إيه حتى بده بيجي سؤال في كده بيقول إيه عرفي معنى كلمة خمسة خط كتان نمرته خمسة هقوله أبدا هو عبارة عن خط كتان نمرته خمسة وكل شل من هذه النمر طلها 300 يارده وتزن واحد رطل في بعض الطلبة يروح عامل إيه يقول وطلها خمسة في 300 ويطلع الناتج ولكن كلهم يطلعوا كام وزنهم كام واحد رطل يبقى أنا لاحظت إن النمر بتختلف والطول كمان إيه بيختلف ولكن اللي ثابت عندي مين الوزن حلو قوي ده معنى كده إن فيه هنا علاقة عندي بين النمر وبين الايه وبين الطول إزاي إن كل ما طول زاد كل ما النمر قلت أو كل ما النمر قلت كل ما طول زاد إيه ده علاقة إيه دي علاقة عكسية كلما زادت النمر قل السمك وكلما قلت النمر زاد السمك حتى كنت عوضة أقولي في أثناء الشرح إن كل ما الواحد ما يطول بيحصل له إيه بيرفع كل الواحد ما يقصر شوية أحس إن هو إيه وزنه زاد معنى لو وزنتهم هلاقى اللي اتنين قضبات يبقى هو ده مثال هطبقه كلما زادت نمرت الخيط قل سمك الخيط بس ده في حالة إيه في حالة الأوزان السابتة اللي هي فيها خمات إيه اللي هي فيها خمة قطن خمة كتان برافو أنا سمع ناسا إيه معايا خمة صوف ورست خمة صوف وولن حرير مغزول في بران يبقى ده معناه إن لو أنا قلت عندي خيط نمره 40 وعندي خيط نمره 60 أيهما أرفع هقول على طول تلقائي 60 ليه لإن يا أستاذة كلما الخيط نمرته زادت كلما سمكه قل وكلما الخيط نمرته قلت كلما سمكه زاد يبقى لما تجي تقول لي أيهما أرفع وأضق خيط نمره 40 قطن ولا خيط نمره 50 قطن هقول 40 ولا 50 لا ده الخمسين هو اللي أكبر يبقى سمكه أقل يبقى هنا في علاقة عكسية ما بين النمره وما بين الطول مع ثبات مين الوزن تمام إيه كمان إن أنا عندي إذا زاد الطول زي ما قلنا يقل سمك لهذا الوزن الثابت من الخيط وإذا ناقص الطول يزيد السمك لهذا الوزن الثابت من الخيط طيب إذا أردنا زيادة هذا الطول فإن ذلك يأتي على حساب السمك كل ما هتزود الطول السمك يقل كل ما هتزود الطول يبقى أنا هنا الطول بيأصلي على إيه على سمك الخيط أو الخيمة وإذا أردنا زيادة سمك الخيط فإن هذا يأتي على حساب برضو إيه الطول يعني لو أنا حابة إن أنا أزود سمك الخيط هنا هيحصل إيه في الطوق في الطول برافو صح حيقل يبقى معنى كده إن الطول بيأثر على إيه على السمك زودت الطول قال للسمك طب خلي بالك كمان إن السمك بيأثر على الطول لو أنا عايزة خيط بسمك زايد يعني عالي هتطر إن أنا أقلل الطول بتاعي ولو أنا عايزة سمك رفيع دقيق هتطر إن أنا أعمل إيه أقلل الطول بتاعي يبقى أنا هنا عندي علاقة إيه عكسية وإذا أردنا زيادة سمك الخيط فإن هذا يأتي على حساب الطول فيقل الطول وبذلك نجد إن رقم الخيط يسير في اتجاه عكسي مع سمك الخيط في ترقيم الوزن إيه إزاي السابت طب ده النظام اللي كان غير مباشر اللي هو بتاعي الأوزان السابتة وما لإيه النظام المباشر يسمى بنظام الطول السابت وفيه تنحصر العلاقة بين وزن الخيط وسمكه بمعنى الوزن المعلوم لكمية من الخيط بسمك معين لطول سابت الكلام ده معناه إيه أنا مش فاهمة الكلام ده معناه إن أنا إذا زاد الطول زاد السمك عكس إيه عكس الأوزان السابتة هنا بقى العكس هنا الاطوال السابتة بمعنى ايه الاطوال السابتة يعني هنا العلاقة ما هيش طول ونمرأ لا العلاقة هنا ايه بقى وزن ونمرأ العلاقة هنا في الاطوال السابتة وزن ونمرأ يعني لو انا قلت خيت وزنه كبير هتلاقي سمكه كبير علاقة ايه مع بعضهم طردية انما انا لو قلت الخيت ده وزنه قليل سمكه برضه يبقى قليل يبقى كلما زاد الطول زاد الصمك عكس التاني كلما قل الطول قل الصمك يبقى العلاقة هنا بين الوزن وبين الصمك او النمرة وطب والطول ثابت ازاي ماهو ده يندرك تحته اللي هي النظام المباشر بيندرك تحته خمات تانية خالص ما اقدرش اقول يندرك تحته خمت القطن لا هنا يندرك تحته خمت وسمى خمت التكس والدنيار حتى عددهم الثابت مختلف التكس عدده الثابت الف الدنيار عدده الثابت تسعة تلاف ده مش كده وبس هنا الاطوال تقاس بالمتر والوزن يقاس بالجرام عكس ايه النظام الغير مباشر اللي في القطن والكتان والحاجات دي كلها اللي قلنا عليها من شوية هنا الطول يقاس باليرضة والوزن يقاس بالرطل طب ايه ده ده في مشكلة عندي هو هنا لما اجي اخد مسألة ممكن احول من طول لطوله من وزن الوزن طبعا اثناء ما بيتم شرح هذه المادة وحاليا واحنا بناخد فكرة عنها هلاقي ان انا ممكن احول الطول من يرضى المتر وممكن احول الطول من متر ليرضى لا عادي جدا وسهل قوي ممكن تجيني مسألة تكون بالتكس طبعا بالتكس مباشرة هقول ان الطول اللي هيطلع هنا هيكون بالمتر طب جي بقى في المسألة وراح قايل لي جملة كده اوجد الطول باليرضة ما عنديش مشكلة هحلي مسألتي عادي جدا نطلعها بالمتر ولكن هيبقى عندي الحل على خطوتين الخطوة التانية ان انا هقوم بالتحويل من متر ليرضة وهقول دلوقتي ازاي نفس الكلام مع القطن والكتان والصوف بانواعه لما ييجي هنا اول ما اشوف مسألة ولاقي فيها كلمة قطن او صوف هقول ايه على طول الطول ده طالع باليرضة لا ده انا ممكن في المسألة يروح مزود علي ويقول لي ايه ايجاد الطول بالمتر هقول له ما فيش عندي ادنى مشكلة انا اعرف احول الطول من يرضى المتر بس هحلي مسألتي رقم واحد الاول اطلعه باليرضة وبعد كده رقم اتنين اطلعه بالايه اطلعه بالمتر وهناخد دلوقتي التحويل ازاي ان احوال من يرضى المتر ومن متر ليرضة نرجع تاني نقول ان في الاطوال السابتة بيندرك تحتهم خامة التكس وخامة الدينيار وهنا التكس بيبقى العدد الثابت بتاعه الف اما الدينيار بيبقى العدد الثابت بتاعه تسعة تلاف هنا الوزن بيبقى بالجرام والطول بيبقى بالمتر وهنا زي ما اتفقنا ان كل ما زادة الطول زاد السمك وكل ما قال للطول قال للسمك فإذا زاد الوزن لكمية الخيط يزيد السمك لهذا الطول السابت لو كان دا تكس يبقى 1000 متر مثلا إذا قال للوزن لكمية الخيط يقول للسمك لهذا الطول السابت وبذلك فإن النمرة تسير في اتجاه طردي مع سمك الخيط فكلما زادت النمرة زاد سمك الخيط وكلما قلت النمرة قل سمك الخيط ويندارك تحت نظام الترقيم المباشر عدة أسليب نظام ترقيم التكس زي ما قلنا حالا ونظام ترقيم الدينير طب تعالوا كده نشوف مع بعضين احنا فهمنا من الجزئية اللي احنا خدناها دي ايه يعني احنا تكلمنا عن الوزن السابت وكلمنا عن الطول السابت طلب لو جه وقال لي خيط رقم 2 قطن عبارة عن ايه انا لسه قيل حالا وياريت هسمع بقى الناس اللي قاعدة شايفانا خيط قطن نمرة 2 هو عبارة عن شلتين طول كل شلة 840 يارضة ولكن اللي اتنين يزنوا رطل واحد فقط طب خيط رقم 3 قطن عبارة عن 3 شلات طول كل منهما 840 يارضة وتزن جميعا واحد رطل طب خيط رقم 6 قطن عبارة عن 6 شلات طول كل منهما 840 يارضة وتزن جميعا واحد رطل يبقى هنا ايه العلاقة بين من ومين بين النمرة وبين الطول ومين اللي ثابت الوزن برافو طب تعالوا نراجع مع بعض الاوزان السابتة المهارة اللي بكتسبها اثناء دراس المادة المؤيسات وزي ما اتفعنا المادة دي موجودة في الصف الاول فقط يعني في الصف التاني والتالت مش موجودة في الصف الاول يبقى مادة المؤيسات ما ندورش عليها في الصف الاول هقول دي ما كانتش عندي لا ما هيدي من المواد اللي زادت عندك في المواد بتاعتك في الصف التاني وبتستمر معاك الى الصف الثالث طيب هي ايه الاعداد السابتة للخمات في الاوزان السابتة الاول احنا قلنا هي الخمات ايه نمسك الاول القطن 840 يارضة الصوف والن 256 يارضة الكتان 300 الصوف ورسة 560 الحرير المغزول 840 والفبران 840 يبقى انا لما اجي اسأل واقول ما هو العدد السابت للخمات اللي بتنتارك تحت الاوزان السابتة هرس الاعداد السابتة دي وزود عليها ايه يارضة لان ده طول كل شلة من هذه الخمات كل خامة من الخمات دي ده طول الشلة بتاعتها خامة القطن ده طول الشلة بتاعتها 840 يارضة خامة الكتان ده طول الشلة بتاعتها 300 يارضة خامة الصوف والن ده طول الشلة بتاعتها 256 الصوف ورسة 560 الفبران والحرية المغزول 840 يارضا هو انا مهمة اوي لازم اعرف العدد السابت او طول كل شلة من الخامات دية طبعا احنا اسناء العام الدراسي مش بس هناخد كده نحن هناخد مجموعة من القوانين ونحل عليها كمان مجموعة من الايه مجموعة من الامثلة طيب لما اجا حل ولا ان هو مديني نوع الخامة مش هينفع حل لان القانون هيبقى فيه مكتوب حاجة اسمها العدد السابت وفي الحالة دي بيطلب مني ان انا اشيل كلمة العدد السابت وحط مكنها العدد السابت بتاع الخامة يعني لو ده كتان اروح شايلة كلمة العدد السابت من القانون اسناء التعويض وحط قيمة طول الشلة بتاعة الكتان اللي هي ترطمية تمام ده بالنسبة لايه بالنسبة للعدد السابت طب لو جيت قلت ما هي تحولات الوزن اه يعني ايه بقى تحولات الوزن دي هو حضرتك بتقولي ان الوزن بيطلع بالرطل مع القطن والكتان والخامات اللي في الاوزان السابتة لازم الوزن يكون بالرطل تماما انا ممكن المسألة تجيني الوزن يكون مدهوني داخل المسألة بحاجة تانية بوزن تاني او وحدة قياس وزن تانية غير الرطل اعمل ايه في الحالة دي ما فيش عندي ادنى مشكلة والله لو هي بالققية بحولها الرطل عن طريق ان انا بقسم الوزن اللي موجود داخل المسألة على 16 ليه مش على 50 ليه مش على 30 علشان الرطل بيساوي 16 ققية يبقى انا دلوقتي لو جاني من تحولات الاوزان اللي مع الاوزان السابتة وجاني جوه المسألة قال لي ان عندي خيط مثلا طوله 100 ياردة ونمراته 10 هاتلي الوزن بتاعه سوري ان عايز الطول وقال لي النمر 10 ويه الطول مثلا اقول له استناني استنى انت عايز هنا ايه قال لي هاتي الطول ومديني الوزن ايه 5 ققية ومديني النمر ايه 10 ما ينفعش حل ليه قص انت مديني الوزن هنا بالاوكية لا ايه اللي ما تعرفش اعمل تحويل من اوكية الرطل طب عشان اعمل تحويل من الاوكية الرطل اعمل ايه اقسم على 16 اشمعنا عشان الاوكية ب16 يبقى الرطل بيساوي 16 اوكية طب بس دي التحولات اللي بتجيني لا طبعا انا ممكن نجيلي في المسألة يقول لي اوجد الطول بالياردة لخيط مثلا كتان نمراته 10 ويزن 40 جرين ايه ده لا انا عرفت ان انا ما ينفعش حل المسألة الا بالرطل لا فيه تحويلات حول على طول من جرين لرطل طب احاول من جرين لرطل ازاي ان الجرين بيساوي 7000 يعني انا دلوقتي علشان احاول من جرين لرطل هقسم الوزن اللي جيني في المسألة على السبع تلاف لان الرطل بيساوي 7000 جرين يبقى انا عندي كده الاوكية 16 والجرين 7000 فيه تاني تحولات بتجيني للأوزان طبعا عندي حاجة تانية اسمها الدرام الدرام بيساوي 256 يعني انا لو المسألة جاني فيها وقال لي الوزن 10 درام لازم ما ينفعش حل المسألة اللي ما حول من درام لرطل ازاي طبعا حول من درام لرطل اعرف ايه الدرام كام 256 عشان احول من درام لرطل بعمل ايه بقسم على 256 يبقى انا دلوقتي عرفت اللوقية 16 والجرين 7000 والدرام بتيني 56 فيه تحولات تاني طبعا فيه عندك حاجة اسمها الجرام هنا الجرام بيساوي ايه الجرام بيساوي 453 و 6 من 10 يبقى انا لما اجا اتكلم كده عن تحولات الوزن هقول الرطل بيساوي 16 اوقية تمام الرطل بيساوي 7000 جرين الرطل بيساوي 256 درام الرطل بيساوي 453 و 6 من 10 جرام يبقى انا كده دي اسمها ايه اسمها تحولات الاوزات جاني الوزن بالجرام اروح اسمى الوزن اللي مدهولي جوه المسألة على ربعمية تلاتة وخمسين وستة من عشرة جاني الوزن بالاقية اروح اسمى الوزن اللي مدهولي جوه المسألة على ستة عشر جاني الوزن بالدرام اروح اسمى الوزن اللي جايلي جوه المسألة على متين ستة وخمسين جاني ايه كمان جاني الوزن بالجرين اروح اسمى الوزن اللي جوه المسألة على سبعة تلاف ودي اسمها تحولات الأوزان يعني يحول الأوزان من الإيمال اللي جاياني غير الرطل إلى رطل ليه؟ لأن لازم مع الأوزان السابتة الوزن يكون بالرطل تمام تمام وده عشان ينصر لي حل المسألة ما قفش قدامها لا أي مسألة تجيني أقدر أحلها ما ننساش أن دي مادة مكملة معنا للصف الثالث أجي بعد كده طب ما تيصر لي الأمور أكتر وتقول لي هي المادة دي زي ما فيها تحولات للأوزان هل فيها تحولات للأطوال؟ طبعا إزاي؟ من شوية أنا كنت قيلة إيه؟ قيلة إن الأوزان السابتة الطول باليرضى والوزن بالرطل ولما يكون الأطوال سابتة الطول بيبقى بالمتر والوزن بالجرام طب افرد جي في المسألة مع الأوزان السابتة وقال لي هتلي الطول بالمتر أقف أروح جايبا باليرضى وأقول لس أنا مش عارف؟ لأ طبعا أمال إيه؟ حول من يرضى لمتر أحول من يرضى المتر إزاي؟ طلع النتيجة بتاعتك عادي جدا عوض في القانون بتاعك اللي هو الطول باليرضى بيساوي النمر في الوزن في العدد السابت وطلع الطول باليرضى واعمل خطوة رقم اتنين اضرب الطول اللي طلعته باليرضى ده إنت عايز تحول من إيه؟ من يرضى المتر يبقى اضرب في 32 على 35 طيب لو أنا بالعكس لو أنا دلوقتي مع الأطوال السابتة في التكسو والدنيار فالطول بيطلع بالمتر وجيت حليت المسألة بتاعتي وطلعت الطول بالمتر وجوه المسألة صعبها شوي علي وقال أنا عايز الطول باليرضى عادي جدا هروح جاية حل المسألة الطول بالمتر الناتج اللي يطلع في المسألة دي هضربه في 35 على 32 عشان أحوله من متر ليرضى تمام؟ تمام يبقى أنا كده عرفت التحولات بالمتر للأطوال وعرفت التحولات للأوزان تاني مع بعض التحولات للأوزان أقية 16 جرين 7000 درام 256 جرام 453.6 كمان أنا زدت كمان معلومة مهمة جدا إن أنا عندي كمان تحولات الطوق الأطوال وقلنا إن أنا لو عايز أحول من متر ليرضى هضرب في 35 على 32 ولو عايز أحول من يرضى إلى متر هضرب في 32 على 35 تمام؟ إحنا كده اتفقنا إن أنا لازم 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 إن أعرف التحولات للأوزان والتحولات للأمطار عشان أخذ مسألتي كاملة وحلها وأخذ النمرة بتاعتي كلها كاملة طب فيه تحولات تاني ممكن تقابلني أثناء حل المسألة؟ طبعا إن أنا إزاي أحول من متر لكيلو متر أو العكس من كيلو متر للمتر إزاي أحول من كيلو جرام لجرام أو من جرام لكيلو جرام إزاي أحول من سنتي المتر ومن متر لسنتي دي التحولات دي خدناها من زمان من وإحنا في المرحلة الإعدادية واللي ابتدائي فين فيك بعض الطلبة بينساها فإحنا بندي فكرة عنها عشان وإنت داخل الصف التاني يبقى عندك فكرة عن هذه التحولات لأن أنا عندي في الأوزان السابتة مع القطن والكتان إحنا قلنا الطول بيبقى بالياردة ممكن كمان في الأطوال السابتة مع التكسو والدنيار إن الوزن يطلع بإيه؟ الوزن يطلع بالجرام يروح طلبه بالكيلو جرام يا نهر بيض ده أنا ناسي ده أنا معرفش عشان أحول من جرام لكيلو جرام أعمل إيه؟ الكيلو جرام بيساوي ألف جرام عشان أحول من جرام لكيلو جرام أضرب في ألف عشان أحول من جرام لكيلو جرام أنا بحول من الصغير للإيه؟ من الصغير للكبير أقسم على ألف طب لو أنا عايز أحول من كيلو جرام لجرام أنا بحول من الكبير للصغير يبقى أضرب في ألف تاني من التحولات اللي ممكن تقابلني أثناء العام الدراسي في حل المؤيسات أنه يطلب مني أنه أحاول من جرام لكيلو جرام أو العكس لو أنا أحاول من جرام لكيلو جرام الأصغر الأصغر الجرام طب لو أنا عايز أحاول من الصغير للكبير أقسم على ألف لو أنا عايز أحاول من الكبير للصغير أضرب في ألف ده التحويل لأن الكيلو جرام بيساوي ألف جرام طب برضو عندي في الأمطار أنا دلوقتي عندي المتر والكيلومتر الكيلومتر بيساوي ألف متر طب لو أنا عايز أحاول من متر لكيلومتر أنا كده عايز أحاول من الصغية للكبير يبقى أضرب في ألف لو أنا عايز أحاول من كيلومتر لمتر أنا كده عايز أحاول من كبير لصغية يبقى أسم على ألف عندي كمان المتر بيساوي 100 سنتي ده أنا عندي كمان تحويل السنتي بيساوي 10 ملي يبقى انا لو عايز احاول من سنتي من الصغير للمتر اعمل ايه من الصغير الكبير اقسم طب لو من الكبير للصغير اضرب يبقى انا كده كمان خدت كمان تسكرة او ذكرت نفسي بالتحولات الاخرى لان ممكن يجيني في مسألة تيكس ويقول لي انت طلع الناتج بالجرام الوزن طلعته بالجرام طب هدفلك اضافة واشوف شطرتك حولهولي الكيلو جرام هقول له لأ ما فيش مشكلة هو الجرام اصغر يبقى انا هعمل ايه اقسم على الف حلو كده طيب لو قال لي في الطول انت مطلع للطول بالامطار طب انا عايزه بالكيلو متر ما هو ممكن يضيف عشان يعرف اللي بيذاكر من الشاطر من اللي مشاطر كده فيروح ايال لي انت مطلعه بالمتر حولهولي الكيلو متر هقوله ما فيش مشكلة لكيلو متر هو انت عايز تحول من ايه من متر الكيلو متر يعني من الصغير للكبير اقسم ولو من الكبير للصغير اعمل ايه اضرب دي التحولات اللي في الايه في الطول يلا نقولها مع بعض قبل ما نقول القوانين اللي بتبقى موجودة عندي في هذه المادة بالنسبة للتحولات للأوزان وقيا 16 جرين 7000 درام 256 جرام 453 و 6 من 10 لو عايزة حول من يرضى لمتر بعمل ايه بضرف 32 على 35 لو عايزة حول من متر ليرضى بضرف في 35 على 32 ولو عايزة حول من يرضى المتر بضرف 32 على 35 طب التحولات كمان الكيلو متر بيساوي 1000 متر الكيلو جرام بيساوي 1000 جرام والمتر بيساوي 100 سنتي تمام ايه بقى القوانين عايزة اخد كده فكرة عامة عن القوانين اللي بستخدمها مع الاوزان السبدة اول حاجة عندي النمرة ايا كانت بقى للقطني للكتان للفبران للحرير المغزول للصوف والن للصوف ورسد هي نفس القوانين ولكن اللي بيتغير نوع الخامة اللي بيتغير ايه نوع الخامة يعني النمرة اساسا بتساوي ايه النمرة بتساوي الطول باليرضى على الوزن بالرطل في العدد السابت لاحظنا هنا بقى الحاجات ايه المعطيات اللي انا كنت لسه بقول عليها حالا ان انا هيبقى موجودة عندي في القانون حاجة اسمها الطول العدد الايه العدد السابت ولذلك انا شددت على انحنا لازم نبقى عارفين العدد السابت لكل خامة يعني لو دي خامة قطن يبقى طول الشلة 840 يارضى فبشيل كلمة العدد السابت وبحط 840 يارضى يبقى اول حاجة للقانون النمرة اللي بيستخدمه بيساوي الطول باليرضى على الوزن بالرطل في العدد السابت طب يلا مع بعض ناخد مثال المثال بيقول لي خيط قطن طوله 540 يارضى ويزن رطلا واحدا احسب نمرته الانجليزية يبقى هو هنا مديني ايه مديني الطول وعايز مني ايه عايز مني الطول والوزن وعايز مني النمرة هروح جاية عاملة ايه هروح جاية ايه لنمرة بيساوي الطول باليرضى على الوزن بالرطل هو العدد السابت انت جاي بخيط ايه قال لي خيط قطن يبقى في 840 لان طول الشلة بتاعت القطن 840 يارضى وابتدي اعود هنا الطول باليرضى عندي كام 5040 على الوزن هنا مدهولي قديه يزن رطلا يعني واحد يعني ما نعودش ندور هو كده يزن كان بيقولك رطلا واحدا يبقى الوزن هنا واحد العدد السابت ده خيط قطن يبقى 840 يبقى هاسم 5040 على واحد في 840 يديني 6 انجليزي نيجي بقى ايجاد طول الخيط احنا كده اوجدنا النمرة لو انا عايز اوجد بقى طول الخيط هوجده ازاي قال لي القانون بسيط جدا هعرف الاول النمرة واعرف الوزن عشان اوجد الطول بالياردة لاي نوع خيط ايا كان نوع لازم ابقى عارف ايه هي النمرة وبقى عارف ايه هو الوزن طب القانون بيقول ايه الطول بالياردة بيساوي النمرة في الوزن في العدد السابت يبقى تاني الطول بالياردة بيساوي ايه النمرة في الوزن في العدد السابت طيب لو انا عايز بقى كمان ازود الاضافة اللي كنت بقول عليها اضاف لي كده في المسألة كلمة هتلي الطول بالمتر هقوله ما فيش مشكلة خالص انا يحل مسألتي الاول واقول الطول باليرضة بيساوي اطلع الطول باليرضة وبعد كده الناتج اللي يطلع هضربه في 32 على 35 ليه عشان احول من يرضة المتر حلو او تمام يبقى من الامثلة السابقة دي كلها خدنا بنى ان وحدات القياس او الوحدات الموجودة للقطن هي اللي يرضى بالنسبة للطول طبعا مش القطن بس والصوف ورصد والصوف ولل وكل الخامات اللي احنا قلنا عليهم في الاول وان الوزن لازم يكون بالرطل وان انا عندي امكانية ان انا اعمل تحويل للمتر او للجرام بالنسبة للاطوال يعني لو انا عايزة طول من يرضى المتر انا وردتكو دلوقتي ازاي لو انا عايزة من رطل لجرام انا وردتكو دلوقتي ازاي وطبعا هنقول مثال خيط قطن يازن اربعة ققية من نمرة 36 انجليزي اوجد طوله باليرضى هقول له مفيش مشكلة هنا بقى عامل ايه مديني الوزن بالققية هي دي النقطة المهمة اللي انا كنت بقول عليها لما لاي الوزن بالققية تلقى على طول افتكري الكلام اللي انا قلته ان الوققية تساوي 16 هروح ايليه للطول باليرضى بيساوي بالزبط كده النمرة في الوزن في العدد السابت النمرة عندي هنا ده بيقول لي خط قطن من نمرة 36 حطيت 36 فيه الوزن هنا اربعة ققية تلقائي هو قلل من الاقية 16 يبقى عمل ايه يبقى اسم الاربعة على 16 وكمل في العدد السابت اللي هو 840 يارضى يطلع الناتج 7560 يارضى اخر قانون عندي بالنسبة للأوزان السابتة هو الوزن بالرطل اللي هو بيساوي الطول باليرضى على النمرة في العدد السابت والله لو ده قطن يبقى 840 لو ورسد يبقى 560 لو ولن يبقى 256 لو ببران 840 حرير مغزول 840 خط قطن نمرة 60 انجليزي طوله 37800 يارضى يحسب وزنه الوزن بيساوي الطول باليرضى على النمرة في العدد السابت الطول باليرضى 37800 على الوزن اللي هو 60 في العدد السابت للقطن 840 وانطلع الناتج بتاعنا يبقى احنا النهاردة اتعرفنا على مادة المؤيسات وشفنا الأوزان السابتة والأطوال السابتة وازاي اننا اقدر اعرف ايهما ادخن او ايهما ادق يعني ارفع وازاي ان فيه علاقة بين الطول وبين النمرة في الأوزان السابتة والعلاقة ما بين النمر والوزن في الأطوال السبتة وخط قوانين الأوزان السبتة والتحولات المهمة اللي بستخدمها في النظامين أتمنى لكم كل توفيق وإلى اللقاء